اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في مطلع سنة 2023 ندور نتوجه اليكم بفرح كبير وحقيقي عشان نقدم لكم احسن التحاني ندور نتمنى لكم كلكو ولعائلاتكم سنة صحة وسعادة وازدهار لبلدنا جاة الحبيبة نتمنى اصدق تحانية وتمنياتين للسلام والاستقرار والازدهار والتنمية سنة 2023 الماشة تكمل بقت بالاخص شاقة لنا جميعا بقت فوقع احداث ازمة وحاسمة ولكن ايضا بقت فوقع لحظات محن ومؤسفة لكن رغم كل الصعوبات بقت سنة حامل اعمال كتيرة نعم امام الخلافات بين المجموعات المحلية والمزاهرات المدمرة والهجومات الارهابية والخسارات البشرية في الطرق والانف في المناطق تدهب الاطرار السببتة الكوارث الطبيئية بدأ كل شعبنا وصب بكونه هو قادر بتحمل الصعوبات دي فرصة ليه عشان ننهني مرة تانية امام ذكرى كل الناس الماتوا ونعبر مشائر التضامن هن جميع التشاديين مع الناس القريبين لكل الضهاية دول ايوها المواطنين العزاء من ضمن النقاط الايجابية السنة الكملة دي سمحت لنا نوصف لباقي العالم بكونه شعب بلد واقفة بطولة وقاعدة تخدم شعب بلد الابناها اختاروا الهوار ودوروا يقودوا سواء يخدموا من اجل تنميتها في الواقع بعد ما بنينا الاساس هنا انتقالنا سنة الفين واثنين وعشرين سمحت لنا ننجح في مسيرتنا نهوة شعب متصالحة ومركز سلام من قلال تنظيم الهوار الوطني الشامل المستقل الحوار دا بقي ايام بس بعد توقيع اتفاق السلام التاريقي هنالدوها الهو ايضا كان ريحان فاز فوق الشعب التشادي كلك لأول مرة في التاريخ السياسي انبلدنا اغلبية القوى الحية انت الامة جلسوا سوا عشان يناقشوا كل الاوجاء القادة تعاني منها اجاد يلقوا لا الاج مناسب بعد تهليل عميق بدون ممنوع ولا تحاون ولا مجاملة الهوار الوطني الشامل والمستقل سمع للمشاركين اشان يقرروا بهرية كاملة وبسيادة الزام البلد بمرهلة انتقالية تانية مدتا 24 شهر الحدف من ال24 شهر هنالانتقالية هو الاودة الى النظام الدستوري ووضع تشاد على المسار الصحيح نهو التنمية المتكاملة والمستدامة تشاد على المتصالحة دي تنبني الا بالتشادين من كل الافاق اسباب دا قل قونا حكومة ان واحدة وطنية بقيادة رئيس وزراء من المعارضة السابقة واسترشادا بغرارات توصيات الهوار الوطني الشامل والسيادي سنعمل يدا بيد وبصبر ولكن بسبات نهوة شادة الجديدة حتى في النهاية بلدنا تتوجه للتنمية والازدهار الكامل نأبناها وبناتها تشادين وتشادئات المواطنين الايزاء توطيد السلام شالموز موكدنا وتاقدنا لكن اننا ما خلينا القضايا الاجتماعية قصة الاهمية تطهير الجو الاجتماعي بالهوار المتواصل مع الشركاء الاجتماعي والوفاء بجميع التزاماتنا معاهم اسبب ذا تم توظيف هنا قمسة عالف شباب اندوم شهادات في الوظيفة الامة سنة الفين واثنين وعشرين وتجنيت هنا عالف قنسومية الشرطي اغلب يتم شباب هاملين شهادات العاطلين من الامل عن طريق الاستبدال الرقمي نستمر في تشغيل جميع مهركات اقتصادنا من اجل خفض معدل البطالة من قلال خلق فرص هنعمل لائقة للتشهادين سوف تساهم المناطق الاقتصادية القاصة المختلفة التي تم انشاءها لذلك انطلاقة عمال المشاريع الوقفة مدة طويلة يساهم في رغبة توفير فرص امل للشباب التشهادين في سنة الفين والثلاثة وعشرين نخدم اشان نرد للتطلعات العاجلة والمشروع هنشعبنا في مقدمة التطلعات دي الامن الداخلي عندما كان اولية في عمل الهكومة من اجل ضمان الامن والهدوء وحماية المواطنين ووضيحات لجميع اشكال الانف التي تهزن العائلات التشهادية في الناهية دي انطينة تعليمات للهكومة اشان تجمع جميع قوات الامن البخدم في الامن الداخلي تيت لواء وزارة الامن الام من اجل ضمان احسن لتنسيق املهم تيت خيادة موحدة يضاف الى ذلك التعزيز التدريجي للقوات المكلفة بالامن الداخلي من هيس التدريب والمعدات من اجل افضل هماية للاشخاص والممتلكات في كل انهاء الاراضي الوطنية لان الامن المشتركة جميع قوات الامن الى جانب الشرطة الوطنية بسمة للشرطة تقوم بمهمتها بصورة افضل واحسن في احترام الصارم والمستمر لهقوق الانسان والقانون والعدالة العدالة تمثل ضمان هنا ايشتنا سوا وهي ايضا الانشقال المشتركة لجميع التشهادين لازم تكون فوق اصلاحات اجلة عشان ترد بالكامل وبسرعة لمهمتها الاساسية تشهادين وتشهاديات المواطنين الاجزاء هدوثنا وشعبنا في المناطق الهدودية واجب لهم هماية افضل اسباب هذا اننا مصممين نحارب بالشدة جماعة بوكوهرام القادين لها الساعة بيتدوا فوقنا وبهاجمونا من قوائتم القارجية دي فرصة ليه اشان نعبر ايجابي وشكري لقواتنا انت الدفاع والامن الباسلة ليش جائتم وشعورهم بالروح انت التطهية لأسكرنا وجنودنا الفراس الماتوا واصيبوا من اجل الدفاعنا الوطن في داقي الهدودنا او في امليات في القارج الوطن يكرموا وما ينسام ابدا عشان نمنع القلافات والنزاعات بين المجموآت في داخل البلاد واجب الهكومة تدأم السلطات التقليدية والارقية في حل القلافات بين الناس بشكل صحيح مع احترام التقاليد والعادات اذا كان ما تتعارض مع قوانين الجمهورية والتي يجب ان تطبق على الجميع يجب ان يكون التوازن بين القانون الارفي والقانون الجمهوري بوصل لنا عشان نوقف اعمال الكتل المروعة والتي كانت تدقل الهزن لشعبنا وحتى يسود التفاهم والتعايش السلمي المواطنين العزاء الفيضانات انت السنة اثرت في جزء كبير هنا بلدنا امطار غزيرة زادت منصوب مياه نار شعري ولغون بينسبة ما حصلت من سنة 1961 والحالة دي تمرت الاراضي الزراعية والبيوت خاصة والشي دا سبب حالة طوارئ انسانية واسعة اهزنتنا واستجوبتنا كلنا حالة حزينة تذكرنا بكون الهكم هو الوقاية والاستباخ من الان الهكومة لقى التعليمات اشان تسجل في اولويات املها المراجعة الكاملة للخطة الهضرية المئمارية للمناطق المعرضة للفيضانات ولا توقع حلول مستدامة في مواجهة هذه الزوائر التي تتكرر بسبب تغيير المناخ المواطنين العزاء انا نعرف بقول قادرين تنتظروا بفارق الصبر تدوروا تشوفوا تحقيق جهود الهكومة في مجال الطاقة وقال انا نفهمكم السؤال المهم دا بيقى تفوق اجراءات كثيرة واطار البرنامج الطموحنا نهضة الطاقة انهنا نفتقروا قون السنة 2023 تبقى بداية انت الحل النهائي للازمات المتقررة ان نقص الطاقة الكاربة باستمرار اصبات اليوم حقيقية في بعض من المدن هنبلدنا واجب اي بكان في البلد يبقى اندى كاربة خاصة في عاصمتنا الكبيرة والجميلة انا شخصيا نتابع الامر دا من اجل توفير الكهربة لكل وايد في كل بكان بجانب جهودنا في مجال الطاقة نقوم بانطلاق مشاريع انشاء الطرق المتوقفة وتنفيذ مشاريع اخرين من اجل توفير التنقل للمواطنين البقدمو من اجل بمنتجات تنعملهم ننتو الاولوية للطرق التربط بين مناطقنا من اجل تسهيل التجارة الداخلية وتطويرها وبالمسل المشاريع هن ربط الطرق مع الدول المجاورة ايضا تستمر جاد بلد ما انداء منفس في البهر اسباب دا تنميتها ترتكس اساسيا لتطور الشبكة هن طرقنا البرية التصنيع والتحديث وتطوير القضاء الزراعي يجد كل الدعم اللازم لضمان على الاقل امننا الغذائي بفضل انتاجنا الوطني بالنسبة لقطاع السروة الحيوانية سيتم الهفاظ على الديناميكية الجديدة هن بنى وتشغيل العديد من المصالح الحديثة في بعض من المدن من اجل الاستفادة لاقتصادنا في مجال الحوكم الاقتصادية ومن اجل تعزيز السقة بين المواطنين والادارة الهكومية جهدنا واجب يستمر السياسات السليمة والشجاعة والقوائد الشفافة والمؤسسات القوية والفعالة ضرورية لتغفيق المخاطر يجب تصميم الاطارات المؤسسية لكي يسمع لاقتصادنا يكون جذاب ومنافس عشان يجزب رؤوس الاموال القاسة في المستوى المهلي والاجنبي رؤوس الاموال دي تشجع التجارة وتسهل النمو والتهويل الاقتصادي بلدنا يجب ان تقوم باصلاحات مستدامة تتعلق بجودة الادارة الامة والشفافية والمساعلة والاخلاق وادارة الديون وتعبئة الموارد بمثل دا النتيجة الفعالة هن تلجهود دي تساهم في تحسين الادارة الاقتصادية والمالية بشكل كبير على المستوى الوطني وتعزيز سيادة القانون والعدالة بالاضافة الى ذلك تفتع افاق التمويل لشات بزيادة الاستثمار في رأس المال البشري والتنويء الاقتصادي لتحسين البيئة المائشية للمواطنين التشاديين نحن بالفعل ندعو المستثمرين للقدوم والاستثمار في مناطقنا في شات في مناطقنا الاقتصادية القاسة الجديدة حيث توفر لهم شروط جزابة للاستثمارات ايضا نشدد في مقافة الفساد الذي يدمر جهودنا التنموية واجب محكمة المحاسبة والمفتشيات هنت الوزارات والاجهز القاسة وكل الدوائر هنت المراقبة وجميع الاليات الرقابة والقم ضد الفساد دي كلها كي يحارب الفساد على النحو الامسل بدون شفقة ولا رحمة انينا كل نراقب بشدة الادارة هنت الموارد والاموال هنت الدولة عشان كل شيء يكون بشفافية بدون تلاعب دا كمان بهتاد مراجعة خانون المشتريات الامة من اجل تصحيح اوجه الخصور وتهديث قائمة الاسعار وتقفيف وتهديث اتبات الموافقة دام الاصلاحات دي يبقى الا باستعادة حيبة الدولة واحترام معايير الكفاءة والاستقامة في التأينات تشاديين وتشاديات ايها المواطنين العزاء في مطلع سنة 2023 ندور نتوجه اليكم بفرح كبير وحقيقي عشان نقدم لكم احسن التحاني ندور نتمنى لكم كلكو لآيلاتكم سنة انصحة وسعادة وازدهار لبلدنا جاة الحبيبة نتمنى اصدق تحاني وتمنياتين تسلام والاستقرار والازدهار والتنمية سنة 2022 الماشة تكمل بقت بالاخص شاقة لنا جميعا بقت فوقع احداث ازمة وحاسمة ولكن ايضا بقت فوقع لحظات حنميحن ومؤسفة لكن رغم كل الصوبات بقت سنة حاملة عمال كثيرة نعم امام الخلافات بين المجموعات المحلية والمظاهرات المدمرة والهجومات الارهابية والخسارات البشرية في الطرق والانف في المناطق انتدهب الاضغار السببتة الكوارث الطبيئية بدأ كل شعبنا وصب بكونه هو قادر بتحمل الصعوبات دي فرصة لي عشان ننهني مرة تانية امام ذكرى كل الناس الماتوا ونعبر مشائر التضامن هن جميع التشهدين مع الناس القريبين لكل الضهاية دول ايها المواطنين العزاء من ضمن النقاط الايجابية السنة الكملة دي سمحت لنا نوصف لباقي الالم بكونه شاد بلد واقفه بطوله وقاعده تقدم شاد بلد الابناها اختاروا الهوار ودوروا يقودوا سوا يخدموا من اجل تنميتها في الواقع بعد ما بنينا الاساس هن انتقالنا سنة الفين واثنين وعشرين سمحت لنا ننجه في مسيرتنا نهوة شاد متصالحة ومركز سلام من قلال تنظيم الهوار الوطني الشامل المستقل الهوار دا بقي ايام بس بعد توقيع اتفاق السلام التاريقي هن الدوها الهو ايضا كان ريحان فاز فوق الشعب التشادي كلك لأول مرة في التاريخ السياسي انبلدنا اغلبية القوى الحية انت الام جلسوا سوا عشان يناقشوا كل الاوجاء القادة تعاني منها جاد يلقوا لا الاج مناسب بعد تهليل عميق بدون ممنوع ولا تحاون ولا مجاملة الهوار الوطني الشامل والمستقل سمع للمشاركين عشان يقرروا بهرية كاملة وبسيادة الزام البلد بمرهلة انتقالية تانية مدتا 24 شهر الحدف من ال24 شهر هن الانتقالية هو الاودة الى النظام الدستوري ووضع تشاد على المسار الصحيح نهوة تنمية المتكاملة والمستدامة جاد المتصالحة ديتم بني إلا بالتشادين من كل الافاق اسباب دا قال قونا حكومة انوحدة وطنية بقيادة رئيس وزراء من المعارضة السابقة واسترشادا بغرارات توصيات الهوار الوطني الشامل والسيادي سنعمل يدا بيد وبصبر ولكن بسبات نهوة شاد الجديدة حتى في النهاية بلدنا تتوجه للتنمية والازدهار الكامل احنا بالتشادية القاعد بمر بظروف صعبة وهساسة هنا انتقال سياسي مهتاج لدعم اكثر من الاصدقاء والشركاء لا يسعني الا ان اشيد بالتعاون مع البلدان الصديقة والمجتمع الدولي وشركاءنا في التنمية لاستهداتنا الدائم لدعم ومساند الشاد في مختلف اشكال التعاون النشيط والمثالي سنة 2022 ما بقت عام ساهل لعملنا الدبلوماسي والدولي لقد تطلب الامر التزاما للدفاع عن موخفنا في مواجهة الصعوبات الحقيقية المتعلقة بالحالة الواقعية في بلدنا الجاد ولكن ايضا وقبل كل شيء في مواجهة المشاكل المتعلقة بتصور وتفسير خيالي لأولئك الذين يعتقدون انهم يعرفون بلدنا جاد ازيد مننا ورغم كل الصعوبات جعلت جاد صوتها مسموئا حيث ما كان ذلك ضروريا كما يتضح من النجاحات الدبلوماسية الديدة التي تحققت بفضل الجهود الوطنية والاقليمية والدولية التي بزلها التشادين واصدقاء جاد وفي هذا الصدد انني اتوجه بخالص الشكر الى كل من دعم جاد على مستوى قادة الدول الشقيقة وعلى مستوى المنظمات الشيفة الاقليمية والدولية في الامر المقبل جاد تعمل على تعبية مواردها القصة وتعتمد لمرافقة شركائها والدول الصديقة لتنفيذ المرهلة الثانية من املية الانتقال نهوى نتيجة سيدة لبلدنا والخطوات التالية الجاين تبقى ايضا اولا ايدات واعتماد دستور جديد عن طريق الاستفتاء وكذلك تنظيم استفتاء حول شكل الدولة استفتاء مزدوج يمحد الطريق لعملية انتقابية غير مسبوقة تكون اقصر شمولية وشفافية في الطريق الانتقابي والسيادي عن بلدنا جاد وفي القتام نجدد تمنياتي ان تجأل السنة الجديدة كل واحد مننا يشارك في الاملية الجماعية انت البناء انجاد الجديدة البناء انجاد ده بيهتاج للمشاركة انت التشاديين كلهم اسببها ننتيز الفرصة دي عشان نمد من جديد ايدي لاخواننا المواطنين لأي سبب او سبب اخر اختاروا يقودوا الطرف من الاملية اليد الممدودة دي ايضا متوجهة للناس الرفضوا ما يوقو اتفاقية السلام وقاعدين متمسكين بمنطقهم حنا الانف وقال نهني ونشكرا الشجاعة والوطنية انت المواطنين الجو انضموا معنا حشان معام سوا نبنو تشاد النوردوة كلنا عام جديد سيد سنة 2023 مبارك الله فيكم واللهما يبارك في تشاد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في الى 15ه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة امورا صعبة بالنسبة للنزاعات القبلية ذلك نلقي نداءا بالنسبة للمصالحة والافية لكي يعيش الشعب التشادي في السلم نهنو الآن ندخل في عام 2.23 ميلادية هذه السنة في الامم المتهدة هي سنة ادالة لهقوق الانسان وأتى بموضوع ما ندافع عن حقوق الانسان وهذه المطالبة للذكرى 75 سنة للعلام العام لهقوق الدفاع الانسان في هذه السنة نهنو نهتفل ونشكر ساعد فقامة الرئيس الانتقالية رئيس الدولة لأجل الامن في بلادنا الوتنين مادام نحن الجمئية الفعالة نشكركم للنزام الهوار الوتني ونتمنى أن تنفس المتطلبات جميعا لذلك نرجو نزام الدستور لكي يعيش الشعب التشادي في أحسن نهاد ونتمنى أن تكون لنا هذه السنة سنة عام 2023 عام سلامة وعافية وتطوير لبلادنا تشادي وبين فتوير لدى نفسنا ونحن نرى الهوار الانسان وقد من المؤتدين الخاص بالنزام المقاطعين وقدمت بلدنا التشاديات والاستهلاء انا جديد ربنا يرحينا تشادي اي سنة عام ونظم لنا الخير وربنا يزيدنا ونظم لكي كل شعب الاشتخل وكما ذات ربنا يسهل علينا ويسهل علينا وإن شاء الله شكرا ندروا الله يسهل بلدنا بارد اللي يجيب الشركات أموال يقولوا يا الله يقولوا يغادموا المعين يقولوا الله ينتي قدمه ندروا بلدنا يكون صافي أمني و أمان هاكم أقولوا اللي زيدا ونشكرو كتير وقالوا يقوم لنا يشيل لنا أمني أنا بلد أنا سبيان والمعين يقولوا دستوا في أمل خلي يشتغلوا نشكرو كتير بشيفون قليتيرا نصور نحن لكم كمانتا ومتاواسيرا ما بغماني ميشانة تلفزيون نصور الفتاة لتنغول لكم ونفتيل الليقا